الحمد لله الذي شرف هذا الوجود بميلاد أكرم نبي وأعز مولود عنصر الفضاء للمشهود وكريم الأباء والأمهات والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وظهوره يقول الحق تعالى في محكم التنزيل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ويقول الحق تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك أيها السادة لقد أكثر القرآن الكريم من الآيات الدالة على سيادته المطلقة صلى الله عليه وسلم وعلى فضيلته صلى الله عليه وسلم وعلى أفضليته صلى الله عليه وسلم فمرة ينزل القرآن الكريم معظما لهذا النبي ومقسما بعمر النبي يقول الحق تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ومرة ينزل القرآن الكريم وقد قدم الحق تعالى العفو على اللومي تعظيما للنبي عاف الله عن كلمة أذنت لهم ومرة ينزل القرآن الكريم معظما للنبي وفيه جبرا لخاطر النبي وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبل ومرة ينزل القرآن الكريم يأمر الحبيب بالصبر ثم يعطيه مكانة لم تعطى لأحد واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ومرة ينزل القرآن الكريم ليستعظم خلق النبي فيقول الحق وإنك لعلى خلق عظيم ومرة ينزل القرآن الكريم ليتحدث عن جزيل أجر النبي وإن لك الأجر غير ممنون ومرة ينزل القرآن الكريم ليعلن الحق تعالى بأنه وملائكته يصلون على النبي وليأمر شريحة المؤمنين بالصلاة عليه فيقول الحق تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومرة ينزل القرآن الكريم ليزكي عقل النبي يقول الحق تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى ومرة ينزل القرآن الكريم ليزكي منطق النبي فيقول الحق تعالى وما ينطق عن الهواء إنهو إلا وحي يوحى ومرة ينزل القرآن الكريم ليزكي جليس النبي فيقول الحق تعالى علمه شديد القوى ومرة ينزل القرآن الكريم ليزكي بصر النبي فيقول الحق تعالى ما زاغ البصر وما طغى ومرة يأتي القرآن الكريم ليزكي فؤاد النبي فيقول الحق تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ومرة ينزل القرآن الكريم ليأمر الناس بوجوب الأدب مع هذا النبي تعظيما وتفخيما لمقام سيدنا محمد إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وقال الحق في هذا السياق يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أيها السادة لنستمع جميعا إلى صفي الله وتقي الله وخليل الله وسيد خلق الله إلى سيدنا محمد إلى سيدنا محمد يحدثنا عن نفسه أيتها السماء استمعي أيتها الأرض استمعي أيتها الكائنات استمعي للحبيب الأعظم يحدثنا عن نفسه روى الطبري وابن كثير وابن جعفر بإسناد جيد حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان الكلاعي قال جاء رهتم من الصحابة إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله حدثنا عن نفسك جدي سيد محمد أبي جعفر يقول خير ما ينبئ الإنسان عن نفسه الإنسان إن كان صادقا حدثنا عن نفسك فقال الحبيب الأعظم أنا دعوة أبي إبراهيم ورؤي وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين ولادتها بي نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام ورضعت في بني بكر بن سعدين وبينما كنت أرعى الغنم مع أخي أي في الرضاعة خلف بيوتنا رأيت جبريل وميكائيل يلبساني ثيابا ضيض هبطا من السماء وبيديهما تسطن من ذهب مملوء بالثلج فشقا صدري وبطني واستخرجا منهما علقة سوداء قالا هذا حفظ الشيطان منك يا أكرم نبي ثم قال جبريل لميكائيل زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال جبريل لميكائيل دعه فوالله الذي لا إله إلا هو لو وزنته بأمته جميعها لرجحها هذا هو سيد الوجود هذا هو إمام الموجودات هذا هو الجنس العالي على كل الأجناس هذا هو الأب الروحي لكل الموجودات والناس وأقول مهما حاول أعداء هذا النبي وأعداء هذا النبي كثر في الماضي والحاضر والمستقبل مهما حاول هؤلاء أن يثيروا الغبار على هذا النبي الكريم أقول لهم والله الذي لا إله إله لو أن كل من خلق الله مما نعلم ومما لا نعلم حمل مكنسة وذهب إلى الصحراء ليكنس الغبار ليكنس ذرات الرمل ليثير الغبار على السماء فإن السماء تبقى هي السماء في عليائها وشموخها وقوتها ولن يثير الغبار إلا على جميع مخارجهم ومنافسهم ويجر أن يعلم هؤلاء بأن سيدنا محمد رسول أرسله الله ليجمع لا ليفرق وليوحد لا ليمزق وليبني لا ليهدم شرفه الله بشريعة غراء كالشمس في ضحاها وبسنة نبوية عصماء كالقمر إذا تلاها وبقرآن كريم كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عن هؤلاء جميعا عاش في ظلمة الليل إذا يخشها أيها السادة لقد ثبت بالسنة المتواترة والإطباق أفضليته صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين بالإطلاق بل وأفضليته على سائر خلق الله أجمعين وعلى الملائكة المقربين وقال أهل العلم ومما كاد أن يكون معلوما بالدين بالضرورة ولا يحتاج للتدليل عليه لسرد حديث أو آية أو صورة لأنه من عقائد الإيمان وروا مسلم من حديث أنس حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع وأنا أول من ينشق عني القبر يوم القيامة وروا مسلم من حديث أنس قال رسول الله آتي باب الجنة فأستفتح الخازنة فيقول من؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك وروا ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وأنا أول من ينشق عني القبر ولا فخر بيدي رواء الحمد ولا فخر وكل نبي من آدم فما سواه ليرغب في شفاعة يوم القيامة ولا فخر وروا الترمذي من حديث أبي بن كعب قال رسول الله إذا كان يوم القيامة كنت خطيب الأنبياء وإمامهم وصاحب شفاعتهم وروا الترمذي من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا شفيعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا يأسوا اللواء يومئذ بيدي والمفاتيح يومئذ بيدي وكل وأنا سيد بني ولدي آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مكنون وروا الدانمي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وحامل لواء الحمد ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وروا الدانمي من حديث جابر قال رسول الله والذي نفسي بيده لو بدأ لكم موسى واتبعتموه لضللتم السبيلة ولو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي وروا الطبري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتي وروا الحاكم من حديث عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ارتكب آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا أن غفرت لي ذنبي قال الحق تعالى وهو أعلم وكيف عرفت بمحمد ولم أخلقه بعد قال يا رب عندما خلقتني بيدك ونفقت في من روحك رفعت رأسي فوجدت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنه أحب الخلق إليك لاقترانه باسمك قال الحق صدقت يا آدم سلني بحق محمد فقد غفرت لك أيها السادة اعلموا علمني الله وإياكم بأن لهذا النبي الكريم خصائص في الدنيا وخصائص في الآخرة فهو سيد السادات أكرمه الحق تعالى بمقام الشفاعة العظمى وأكرمه الحق تعالى بمقام المحمود وأكرمه الحق تعالى بحمل لواء الحمد وأكرمه الحق تعالى بالحوض المورود وأكرمه الحق تعالى بالإسراء والمعراج وما جر بهما الشفاعة العظمى إن استغاثة الخلائق بالحبيب الأعظم في ذلك اليوم هي من أعظم الاستغاثات وقال أهل العلم استمدت قيمتها وشرفها من أمرين لهول وضنك وشدة الموقف ولبيان عظيم الشفيع وهذا هو المقام المحمود الذي خص به رسول الله والذي ذكره الحق تعالى فقال ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ولما كان الحبيب قد حمض الله بمحامدة لم يحمده أحد من قبل وما من بعد أعطاه الحق لواء الحمد ولكل أهل الكفاءات ألوية يحملونها في ذاك اليوم كذلك أهل الدناءات يحملون ألوية دناءاتهم والدليل روى بخاري ومسلم قال رسول الله ينصب لكل ذادر يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان ويكرم الحبيب الأعظم بالحوض المورود الكوثر يملك الكوثر رسول الله وسق البلكية إنا أعطيناك الكوثر وقد أكرم الحبيب الأعظم في رحلة الإسرائي والمعراج بما لا يخطر على بال أحد صلى إماما بالأنبياء على الأرض وإماما بالأنبياء في السماء وفي هذه غمزية إلى أنه هو نبي الأنبياء ورسول الرسل والمقدم على كل من تقدم وارث جميع الرسالات ووارث جميع المعجزات ووارث جميع النبوات صلى الله عليه وسلم وفي رحلة الإسرائي والمعراج يرى الحبيب دون غيره جبريل على حقيقته فإذا هو ملك عملاق له ستمائ جناح كل جناح يغطي بين السماوات والأرض وهذا مزداق قولي الحق تعالى ولقد رآه نزلة الأخرى عند سدرة المنتهى إذ يخشى السدرة ما يخشى وأكثر من ذلك في رحلة الإسرائي والمعراج رأى من آيات ربه الكبرى قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال صاحب المواهب للدنيا نقلا عن أعيان علماء هذه الأمة المحمدية بأنه صلى الله عليه وسلم رأى حقيقة ذاته فإذا هو عروس المملكة الكونية وإمامها وقطبها وملكها ومبدأها ومتهاها وصاحب صولتها وجولتها وفي رحلة الإسرائي والمعراج وصل الحبيب إلى المكان الأقدس الذي لم يصل إليه ولن يصل إليه أحد مكان أقدس لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الألسن أجلس الحبيب على منصة التكريم وحدث له الدنو والخطاب والرعية قال دعالى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال ابن مرزوق شاريح البردو وهو من كبار شراحها قالت السيدة الصديقة عائشة يا رسول الله ماذا أوحى إليك الحق في ذاك المكان الأقدس فقال يا عائشة لقد سألت سؤالا لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا جبريل ولا ميكايل قالت الصديقة أسألك بحق أبي إلا أن تقول لي فقال الحبيب عندما كنت في ذاك المكان قلت يا رب لقد عملت الأمم بالحجارة والخسف والمسخ فماذا أنت فاعل بأمتي اسمعوا هذا العطاء الإلهي لأمة سيدنا محمد إكراما لسيدنا محمد كل هذا كان إكراما للسيد سادات قال الحق تعالى اشتركوا في القناة